مساء الخير أنا الدكتورة سحر محمد شاكر شيتا أستاذ طب الأطفال وقلب الأطفال في مستشفى أبو ريش الجامعي والنهاردة هشرح لكم اللكتشر بتاعتنا على 3 parts هنتكلم عن روماتيك فيفر روماتيك هارد ديزيز وإنفكتف اندوكارديتس As we all know روماتيك فيفر is an immunologically mediated inflammatory disorder بتحصل as a sequelae to infection with a group A beta streptococci Around two-thirds of the patients always have an acute episode of روماتيك فيفر بس بقلهم أسبوعين تأريبا من أسبوعين الأربع أسبوع كان عندهم history of an upper respiratory tract infection Not all the serotypes of group A beta-hemolytic streptococci has a big or rheumatic fever which we will talk later about The pathogenesis of the disease is not that there is a direct invasion of the tissue بالmicroorganism It's rather an antigen-antibody interaction and it's usually started by a sore throat or a throat infection and this throat infection is very important to take as a point of history from the patient and not the type that causes skin infection It affects multi-systems because it's an autoimmune disease So the most dangerous and the most important one and the major one is the heart followed by the joints brain and cutaneous and subcutaneous tissues Aromatic fever because it's called the disease And usually the surgeries for the heart the most important one the most important one The most important one is the heart and the joint and when it affects the brain it takes a part called basal ganglia and this is what caused Korea later on Because of the similarity because of the لوحدها فهم قرروا 1944 ان هما يعملوا زي مجموعة من الحاجات من نقدر نشخص بها وده اتطور بعد كده انه تعملوا اول في جونز كريتيري سنة 1992 وبعدها بقى في 2016 و2018 حتى رجعوا بصين على المتين عشان نبقى عارفين ان احنا عندنا خمسة ميجر وعندنا المينور بيتقسموا ما بين المينور الكلينيكال manifestations والابراطوري manifestations now the majors are الاتنين الكبار المهمي للكارديتس طبعا لان دي has the highest morbidity and mortality البوليارثريتس واللي هم شوية characteristics للروماتيك فيبر اول حاجة ما بتخدش small joints ابدا هي تخد only the large joints ويوجولي common انها بتيجي في الني والانكل وبتبقى arthritis يعني inflammation يعني عندهم red وhot وtender joints وبالتالي احنا قلنا ان الروماتيك فيفر بتيجي من سن تقريبا خمسة لخمستاشر فدول ولاد كبار adolescent فتلاقي الام بتقول ان هو ما يقدرش يروح المدرسة او حتى ما يقدرش يوصل لغاية الحمام وفي المناطق النائية عندنا ساعات ما بيكونش فيه facilities قوي بيبعندنا بس الوحدة الصحية وبندرب الاطباء بتاعنا ان احنا بنقولهم ان هم يدوا salicylic acid which is aspirin as a therapeutic and a diagnostic test هو لما بيدي بيتحسن قوي الpolyarthritis فبالتالي بنبقى عرفنا ان الarthritis اللي كانت عند العيان دي most probably كانت rheumatic fever from the history الكورية it's called Sindenham's Korea ودي بتيجي later زي ما احنا هنشوف في slide coming اب ان هي بتيجي متأخرة شوية بتأفكت البيزة الجانجيليا وزي ما انتو عارفين هي بتيجي involuntarily purposeless movements ويوجي الincidence بتاعها بيبقى اكتر في البنات وبتبقى بتيجي الشاكوى عندنا هنا في مصر يقولوا ان البنت ما بيتش بتسمع الكلام وما تنتبهش في الفصل وبتاع بتعمل حركات عشان تدحك الاسحابها and the worst part of it انه لما الطفل ده بيجيله او الطفلة دي بيجيلها more attention يعني المدرسة تبصي لها عشان تسكت it gets out of hand اكتر وتبتدي تعمل ال inventory movements دي اكتر واكتر فيتقلهم انها بنت مش مؤدبة وانها ما بيتش ملتزمة في المدرسة وكده ويعندها كوريا فوحنا قلنا ان كل ده بيحسن زي ما احنا قلنا قبل كده هو المدرسة ان الطفل يقول انه بقاله شهر عمال يلف عن دكاترة بياخد فيانتي بايراتيكس وبياخد فيانتي بايراتيكس مفيش حاجة بتحسن الفيفر بتاعته ولازم تبقى documented انها اعلى من 38 طبعا احنا هو بيروح لأي طبيب او بيجيلك او بيجيلنا فبنعملهم لهم بما انه انتج انتي بادي رياكش فبالتالي كل الاكيوت فيز رياكتنس بتاعته عين يعني لو عملت complete بلاب بكتر حلاقي في ليكوس وحلاقي الاليسيروس سيد بايت بتاعه عين وحلاقي سي رياكتف البروتين عنده عين بلاس الprolonged PR interval ودي بتحصل مع الكارديتس لان لما بيحصل inflammation الconduction بتاع الheart بprolonged وبالتالي بيدينا prolonged PR interval الاثنين دول مهمين اوي بس اهم حاجة فيهم ان انا اثبت ان في supporting evidence of a preceding streptococcal infection وده بنعرفه من حاجة اسمها الانتي streptolysin او تتر النormal value بتاعه مهم اوي تعرفوه is 200 totz unit وبالتالي لازم يكون اكتر من كده او يجولي double even 400 لازم اول حاجة يكون عندي a previous streptococcal infection وبعدين اختار اما اثنين major اما يجيني بواحد major واثنين minors يعني السلايد دي عشان انتو تحاولوا يعني تبقى اسهل لكم ان انتو تفتكروها وزي ما انتو شايفين هم بيحاولوا يعني حطوا جونز على اساس ان يبقالها abbreviations وال minor criteria نسمينها كافية عشان تحاولوا تفتكروها يعني وبالتالي احنا عشان نdiagnose مهم او ان احنا يكون عندنا throat culture شايف group A beta hemolytic streptococcae which is not hugely positive ويكون عندي elevated antistreptolize plus two major criteria او واحدة major واثنين minor as you can see الheart looks big this is a heart with carditis الerythema homoginatum هم الtwo photos اللي قدامكو erythema is redness homoginatum taking the margin هم they look like target cells الهما الedges بتاعتهم عبارة عن erythematis وبيبقى شكلهم كن السب cutaneous nodules بيقوا على bony prominence وبتيجي usually على elbows طيب لما نيجي نعمل لهم لعب diagnosis اهم حيقة زي ما قلنا ان انا اثبت ان في supporting evidence of an antecedent group A beta hemolytic streptococcae infection مش بالضرورة positive throat culture تطلع لي بتيجي بس 25% وان انا اشوف الانتي streptolysin وفي rapid streptococcal antigen test دلوقتي موجود في مصر sometimes بيبقى موجود وساعد لا الانتي DNA والانتي hyaluronic برضو أسد ساعد بيبقى موجود ويلا ايه عادي هو طيب as we said it's an easy preventable disease primary prevention ان احنا اول ما يكون عندنا streptococcal tonsillopharyngitis ان احنا نديله ال proper penicillin بتاعه ايه ال regimens اللي احنا مهم ان احنا نعرفها ان احنا ندي اهم واحد فيهم البندسين penicillin which is called البندسين penicillin G وده الامبول بتاعه بتاخد intramuscular once لو العيين اكتر من 27 كيلو بني دي الامبول كلها اللي هي مليون ومتين الف وحدة international units لو هو قلي من 27 كيلو بدي 600 الف يون ممكن ادي ال penicillin V ودي intramuscular every day for two to three times ودي ال for ten days which is not very practical لو هو allergic لل penicillin ساعتها اقدر ارجع يام ادي clindamycin ال disromycin ممكن طبعا ادي for five days calithromycin برضو ممكن ادي for ten days هن antibiotex بتاعتنا زي ما احنا قولنا ان احنا بندي either a one single intramuscular injection which we all prefer اللي هو البندسين فينسلن عشان تؤرادكيات الجروب A-Bita hemolytic streptococcal الساليسليات الانتي انفلاماتري are very good especially for the arthritis وطبعا السابرتي الفي لو دخل مننا في هاتف الفيليور او دخل بعد كده في كوريا فساعدها نقدر ندير العلاج بتاعه واحنا عارفين الكورياد نديهم هالي بيرادول عشان الـ involuntary movements وبتيجي معدها بفترة بعد الروماتيك فيفر الـ differential diagnosis بتاعنا بتاع الأكيوت روماتيك فيفر مش لازم تعرفوا كلهم أس الأرثريتس أهم واحد إن احنا نعرف إن الروماتيك أرثريتس ممكن تتلغبط مع الروماتويد ممكن تتلغبط مع reactive arthritis مع sickle cell disease مع spherum sickness مع malignancies systemic lupus دي من الحاجات اللي بتلغبط قوي مع الروماتيك أرثريتس السكشن التاني بتاعنا في المحاضرة هو الروماتيك هارد ديزيز يعني لو العيان جاله روماتيك فيفر وقدرنا فعلا نشخص إن دي روماتيك فيفر بالماجر والماينر كريتيريا حنشوف لو فعلا العيان اللي جاله روماتيك فيفر had a carditis وinvolved the valves والأندوكارديم بتاعه وبالتالي ساب لنا residual effect على الهارد ودي أخطر حاجة وأهمية الروماتيك فيفر في الدول كلها لما بيحصل كده الانتجين انتي بادي وياكشن دي بتعمل سمول فيروكي وبتبقى معمولة من الفايبرين والبلود سلز بتيجي يوجوي لعلى التبس بتاعة الهارد valves ودائما دائما تاخد الميترال valve وبعدي تاخد الاورتك valve we rarely see it on the right side of the heart ودي pathology photo عشان تورينا الفايبراتيك وكرانيك دي جينريشن اللي بتحصل في التبس of the valves ده الكوردي اللي تحت زي ما انت شايفين papillary muscles وطالع منها الكوردي وده زي ما يكون فاتح الميترال valve عشان يورينا بس الباثوجنومانيك سمول روماتيك فيجيتيشن اللي بتيجي على التبس فأول حاجة بتعملها انها بتعمل mitral insufficiency وده معناه ان البيحصل ال valve ما بتبقاش co-acting very well وبالتالي بيحصل leakage through it ويطلع على ال left atrium ويعمل enlargement للleft atrium بتاعنا وبعد كده يبقى left ventricular enlargement years and years after if we don't diagnose it properly and if he doesn't take or he misses his every monthly or every two weeks injections ممكن يجيلو activity تاني وتيجي تاني بإنflammation بس ساعتها هتعمل على mitral ring some fibrosis وcontractors وتبدأ ال valve تبقى استناوزز يعني ال opening بتاحها ما يكونش كويس وبالتالي it takes a long time ما بنشوفش اللي اتنين بيحصلوا مع بعض usually it starts by mitral regurgitation لإن ساعتها بيبقى leaking valve وبعدين يبقى استناوززز في even يورسن left atrium enlargement ويبدأ بقى يعمل back pressure which is a pulmonary venous congestion ويبدأ العيان يبقى pulmonary hypertension لإن الدم اللي راجع من اللungs رايح لي left atrium مش قدر يعادي يروح للleft ventricle وبالتالي يبقى في back pressure على اللungs وتبقى venous pulmonary hypertension الاورتم second valve second valvular affection for rheumatic heart it prefers it a lot وبعدو بتبدأ بنيحصل الاورتic insufficiency الاود وبعدين تبدأ يحصل sclerosis للtips of the aortic valve وdistortion وretraction فتبقى leaking through the valves and then later on it becomes fibrotic and becomes with aortic stenosis as i mentioned before a tricuspid valve من الحاجات اللي ممتوفهاش ولاي القوي قوي ولو حصلت بنشوف signs of tricuspid insufficiency وبنلاي jugular veins ببقى في congested neck veins وبنلاي pulsating liver وبنلاي blowing holostolic murmur على اللي left parasternal board our third and last section of this lecture is the infective endocarditis this is a very important disease that we have لأن the mortality فيه عالية جدا و it's a very lethal disease as we say it's a microbial infection بتيقي في الكاريج valve أو في الميكارج it can happen on top of certain lesions من دينا a rheumatic heart or a congenital heart زي ما حنقول بعد كده و there are two forms of it يعمل acute يعمل sub acute depends على severity بتاعته والclinical cascade بتاعته فالسب تاعته بتاعته الأكيود بكتير endocarditis بتبقى طبعا very severe و fulminant و usually it's lethal وبتبقى causing بالvery aggressive organism زي الستاف orius و strep pyjines sometimes و strep pneumonia السب acute بكتير endocarditis بتبقى milder شوية و slower و less severe course بيجي على مدى كذا شهر و بيبقى caused usually by strep viridans المفروض تحفظوا كويس أبي وتفتكروا causative organisms بتاعتهم as we said في الأكيود تبقوا عرفين ان الستاف orius say causative organism لأن a very common question هو treatment بتاعه so you need to know the organism مشان نعرف هن دلو E antibiotics a sub acute bacteria endocarditis streptococcae viridans is the common organism you don't need to know less common organisms مسئلة اللهم بي تلاوي من clinical manifestations بتاعه انه بيجي ب very high fever وبيجي معاه very toxic look العيان بيكون عنده anorexia malays from the high fever و fatigue ويجول بيجي معاه سعيد splenomegaly و purpur و some cutaneous manifestations as splinter hemorrhage ودا زي ما احنا شايفين دول hemorrhages under the nails the tips of the nails called sub angle splinter hemorrhage ودي بنشوفها بيتيجي معاه هم الاصل nodules ودي بتبأ nodular lesions بنشوفها وبتبأ حمر erythematous و very painful الحاجة التانية المهم ما تعرفوها الجين way lesions دول ما بيبقوش painful خالص ببس بيبقو due to hypersensitivity reaction وبتيجي يوج لومهم احمر erythematous او hemorrhage وبتيجي على زي من شايفين سورة palms وال souls عشان ما تنسوهيش the hemorrhagic lesions زي من شايفين بتيجي في souls برضو في ال hands وبتيبأ زي due to thrombocytopenia والvasculates now الinvestigations بتاعتنا لازم ناخد blood culture زي ما احنا عارفين under esterile conditions وبناخد up to three blood cultures عشان نحاول نلاقي ونelicit الorganism عشان نشوف اذا كان هوا streptococcal viridens or staph orius محتاج اعمل لكل عيان سواء acute infective endocarditis or sub acute I need to do them an echocardiogram to see حاكتين يعني اما اشوف الvegetations which by every way يعني document او confirm diagnosis بتاعي الحاجة التانية عشان نشوف underlying pathology يعني اشوف مثلا لو عنده congenital heart او روماتي heart disease او مركب زي ما احنا هنشوف مثلا prostatic valve او c reactive protein is very good prognostic test يعني for follow ups c bc is a very good one لان منشوف طبعا very high leacocytosis ومنشوف shift to the left ومنشوف microorganisms بتاعدنا affecting الcomplete blood picture بتاع الbrain is very important لان نساعد كتير قوي الvegetations بتعمل embolizations وتعمل mycotic even aneurysm في الkydney مهمة جدا لان ايام pathology كان عندنا حاجة اسمها flea bitten appearance كده الkydney كانت زي منقاط فمحتاجين نعمل abdominal ultrasound and sometimes we even need to do a chest ct طيب نقدر نعمل الprophylaxis بتاعته ازاي الباكتريمية بتاعتنا محتاجة نحن ناخد شوية precautions according to the guidelines يعني before doing اي procedures من اللي احنا هنقولها اهمها الدental procedures لازم اكون واخد antibiotic to cover والdental procedures دي الناس كلها فاهمة ان انا هروح اشيل درس مثلا which is not لان مجرد اللعب في الجمز for a predisposed high risk patient واحنا هنقول criteria بتاعتهم محتاج ان انا اخد له antibiotic prophylactic treatment ما ينفعش ان انا مجرد ان اعمل مثلا تنظيف للاسنان ده الواحد is very high risk procedures اشيل طبعا درس واحش درس الحاجات دي is another high risk but still الناس كلها بتبقى فاكرة ان ان احنا بس لما بنعمل بنشيل درس او حاجة which is not the ace يعني الحاجات الhigh risk اللي بنحتاج فيهم اذا كان عنده history of infective endocarditis او لو كان مركب prothetic valve يعني عمل replacement وحط artificial valve بعد كده او congenital heart disease من الحاجات المهمة اوي زي vsd هو بيجي النيدس بتتكون على rough area يعني ما يكونش الاندوكاردي smooth فتيجي البكتريمية تعمل زي نيدس وبعدين تطلع عليها لغاية ما تعمل الvegetations وتتكون فبالتالي هم محتاج high pressure زي مثلا التترالوج of phaloe is a very good يعني candidate انه يحصل lue infective endocarditis vsds بس مثلا الasds هما inter atrial septal defects that pressure between two low atrial pressures فبالتالي مش 100% بيحصل لهم يعني مش very high risk انهما يقيل infective stenosis او pulmonary stenosis الحاجات اللي احنا برضو بنعملهم بنخاف على العينين اوي في الكارديك transplant مثلا طبعا في حاجات كتيرة دلوقتي بينا بنركب devices وبنركب malady valves وكده يعني i think it's a very advanced عليكم المهم بس انه احنا نكون فهمين انه لازم نكون العين ده يكون covered by antibiotics لو هو high risk patient ايه الانتibiotics اللي انا لازم اكون بدهم ويه الرجمن بتاح ويه duration بتاعت اولا لازم اعمل one dose of antibiotic حوالي ساعة قبل الprocedure recommendations is to do it six to eight hours after احنا كمان بندي during the procedure اهم واحد لنا الورل الاماكس السلم بندي على 50 mg per kg وبيتخذ اور لو العين allergic to panacellum نقدر ندي ان ادي او calithromycin او erythromyce او calithromyce ودي على 20 mg per kg لو هو مش عايوز ياخد الاورل بس هياخد حاجة intramuscular من الحاجات الكويسة او يبدو cifotriaxone او على 50 mg per kg per day او الكلم دم ميسن على 20 mg per kg او ادي combination of epicell and gent to cover gram positive gram negatives organ we thank you very much best of luck ان شاء الله تسمعوا المحاضرة دي وتكون of a benefit for you thank you again